موسيقى الحمد لله الذي ابتدأ الوجود بإحسانه وعمهم بفضله وامتنانه فخلق وصور وحكم وذبار وقضى وقدر وأرشد ويسر أحمده وأستعينه وأستغفره وأسأله العافية والتيسير فيما أريد أن أبينه من معاني وأحكام وتقرير والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار والرضا عن أصحابه الأبرار ونحن معهم كذلك والحمد لله على ذلك أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وجمال من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين إذن وقفنا عند قوله على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وقال وطريقته وشرحت ذلك باختصار ولله الحمد والمينة وأراد المصنف بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه قوله أراد قوله وأقصد رأيه والحكم الذي رآه واعتقده وأراد بطريقته قول أصحابه وليس المراد كما لا يخفى عليكم بالقول اللفظة لأنه ليس حكمها فمذهبه كما قال الشراح هو قوله بنفسه وطريقته هي أقوال أصحابه على أصوله وسؤاله أن يكون ذلك لأنه ماذا قال فإنك سألتني ثم قال بعد كلامين واجمال من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك فسؤاله أن يكون ذلك على مذهب الإمام مالكين لا يقصد أن غيره من الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ليس على هدى وتقى ووراع وعلم وإنما جميعهم على طريق الحق والصواب كما بينت ذلك سالفا واختلافهم إنما هو في الفروع الظنية فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد قال صاحب أد جنة في اعتقاد أهل السنة ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذي الرتبة المنيفة وكلهم على هدى من ربهم وفرقة الجنيدي دين بحبهم دين فعل أمر من الدين الذي هو الإسلام وفرقة الجنيدي دين بحبهم فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها مزية إلا أن البعض كما قلنا يشوش على عامة الناس وعلى طلبة العلم احتقدوا أن المداهب الإسلامية تخالف الأحاديث وأن المداهب إنما هي أقوال لرجال لاعم لهم بالنصوص والعياذ بالله ما علمهم أن الله تعالى أوجب على غير المجتهد أن يأخذ بقول العالم كما في قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والعلماء اعتبروا العالم في فتواه يوقعوا عن الله تعالى بالحكم وقد كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه المعروف والذي سمي بإعلام الموقعين على قوله من كسر الهمزة وهناك من قال أن اسمه أعلام الموقعين والراجح هو الأول بحول الله تبارك وتعالى بل إن بعضهم يقول الذي يلتزم بمذهب رجل واحد بعينه فيه شاباهم باليهود الذين يقدمون أحبارهم ولهذا حرموا على طلبة العلم وعلى الناس أن يلتزموا بهذه المدارس ثم إن هؤلاء استذلوا بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبقول غيره إذا صح الحديث فهو مذهبي كلمة تتردد على ألسنة شباب اهتموا ومالوا إلى العلم الشرعي وأخذوا منه حظة نعم يقولون ذلك والكلمة صحيحة أو العبارة صادقة لكنهم لم يضعوها في مكانها فيرجعون إلى الكتب وإلى الأحاديث الصحيحة والتي رمز لها بصحة أو حكم عليها بعضهم بصحة ثم يستنبطون الأحكام من تلك الأحاديث وهذا مخالف لما قرره علماؤنا رضي الله عنهم فإذا صح الحديث على أصولي ولم نجد له ما يعارضه فهو مذهبي ودلوا على ذلك القرآن العظيم فإذا أردنا أن نطبق هذه الكلمة فإننا نقول بأن القرآن العظيم متواتر لشك في هذا ومع ذلك فإن العلماء لم يأخذوا بكل آية في كتاب الله تعالى بحسب ما يظهر لهم في بعض الحالات بل قالوا في القرآن ناسخ ومنسوخ وعام وعام ومخصص ومطلق ومقياد إلى آخره وقالوا لأخذنا بكل آية صحيحة بحسب الظاهر منها لوقعنا في الضلال وخرجنا عن جادة الإيمان نعم فمثلا يقول الله تعالى في شأن الخمر ومن ثمارات النخيل والعناب تتخذون منه ساكرا ورزقا حسنا ويقول الله تعالى في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويقول في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ويقول عز وجل في الماء إذا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذن آيات صادقة متواترة لا شك في هذا والعلماء يقولون أن الله تعالى تدرج في تحريم الخمر من التنفير إلى تحريمه مطلقة على كل حل وهذا النسخ وقع عليه الاتفاق بين علمائنا فمن أخذ بالآية الأولى والثانية والثالثة دون الرابعة فذلك ضل باتفاق العلماء وكذلك في شأن الربا وفي كثير من القضايا نعم يقول الله تعالى في قضية القبلة فأينما تول فثم وجه الله ويقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافلين عن ما يعملون فهي آية أو آيات متواترة واتفق العلماء على أن من كان مقيما وأراد الصلاة فعليه أن يتجه إلى بيت الله الحرام ولا أن يتجه إلى أي جهة إلا إذا جهل القبلة ولهم كلام وتصيل سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الميرات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظلون ثيين فإن كنا لساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخره آية متواترة ومع ذلك اتفق العلماء السنة ومن قبلهم سيدنا علي وسيدنا العباس وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن الآية قيدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين نحن معشر الأنبياء لا نرث ما تركناه صدقة والحديث في البخاري وفي غيره نعم والكلام في هذا يطول هل يمكن للسنة أن تخصص أو أن تقيد القرآن مباحث عند علماء الأصول فالذي قرره علماؤنا وقد أشار إلى لطيفة سيد عبد الله بن صدق رحمه الله في هذا المبحث فقال إن القرآن أو إن حكم الآية قد يكون ظنية والظني من السنة يقيد ويخصص العام من ظني القرآن على كل حال مباحث قد نرجع إليها بإذن الله تعالى في مباحثنا الفقهية إذن هذا ما يتعلق بالقرآن هذه القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي ننظر إليها كذلك من حديث الصادق المصدوق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلى وحي يرحى والحديث الصحي وما رواه العدل الضابط الثقة من المسلمين عن مثله حتى يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذود ولا علة ومن المعلوم أن الحديث الصحيح قد يكون متواترا وقد يكون مصطفيدا وقد يكون مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون خبر واحد وبينهما تفاوت في الحديث المتواتر يوجب العمل كما بالآية وليس خبر الواحد مثله وما ذكرنا في القرآن العظيم أنه قد يعرض لبعض آياته النسخ أو التخصيص أو التقييد أو التبيين نقول مثل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفي أن يكون الحديث صحيحة لنعمل به لا فلابد أن ننظر إلى القواعد التي أصرها علماؤنا فالحديث فيه كلام طويل فهناك قوادح وموانع تمنح الحكم بصحة الحديث يختلف علماؤنا في هذه القواعد ما الضابط مثلا في الحكم على صحة الحديث ما الضابط في العدل ما الضابط في الثقة ما الضابط في الشذود ما الضابط في العلة وهكذا إذن عن خلاصة إذا أصحى الحديث فهو مذهبي يقول الأئمة هذا الكلام لأصحابهم لأهل العلم لأهل الحديث والفقه والأصول ويقصد أن إذا صح الحديث وفق أصولهم وقواعدهم في الأخذ بالحديث وفي حكمهم وليس المقصود أن يخاطب عامة النس وها هنا أمران لا بد من معرفتهما الأمر الأول يتعلق بصحة الحديث على مصطلح الآطار وعلى قواعد أهل الحديث والأمر الثاني صحة الحديث لعمل المجتهد وبينهما عموم وخصوص مطلقة فقد يكون الحديث ضعيفا في الإسناد وإمة الأمة وأمناء الملة يعملون به نظرا إلى أن لذلك الحديث قرائنا تعضضه أو لأنه يوافق القواعد الشرعية فعملهم هذا يوجب صحة الحديث ويقويه ولذلك تفرعت الصحة هنا على العمل لا على العلم تفرعت الصحة على العمل ولم يتفرع العلم على الصحة ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روا حديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر في سنده كلام على كل حال ماذا قال رحمه الله تعالى وهو ضعيف عند أهل الحديث وضعفه أحمد الإمام أحمد وغيره ثم قال والعامل على هذا عند أهل العلم فقد يكون الحديث صحيحا ولا يعمل به ولا يأخذ به الإمام المجتهد إما لأن عنده لأن الحديث عنده غير متواتر فلا يمكن أن ينسخ الكتاب أو أن الحديث يحكي واقعة عين لا يمكن أن تعمم أو يكون الحديث الصحيح قد عارده حديث آخر أو أحاديث أخرى فيكون مرجوحا ويترجح الحديث الآخر الذي أخذ به المجتهد بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة أو أن الحديث مؤول أو معدول عن الظاهر لحكم الجمع والتوفيق بين الأذلة أو الحديثان متساويان ولا يمكن أن نجمع بينهما ولم نعلم أن ناسخ من المنسوخ فبعد أن تساقطت الأدلة المتعارضة ماذا نفعل؟ قالوا نرجع إلى موافقة الأصل أو مضى عمل العلماء على خلافه أو انتفت علة الحكم إلى غير ذلك والمقام لا يتسع إلى ذكر الأمثلة من فعل الصحابة ردوان الله عنهم وفعل الأئمة ولهذا الإمام مالك رضي الله عنه كان يقول والعمل أثبات من الأحاديث وكان طائفة من الأئمة التابعين إذا بلغهم الأحاديث إذا وصلت الأحاديث إليهم من غيرهم على خلاف ما قرروا قالوا ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره وهذا الإمام عبد الرحمن بن المهدي إمام المحديثين يقول السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث وبهذا يتبين أنه لا يحق لأمثالنا أن يعمل بمجرد أنه وقف على حديث ما ولو كان صحيحا ويدعي أنه مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك رضي الله عنهم جميها وأنه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي لإمام معتمد هذا غير صحيح ولم يقبله العلماء ولم يقصده الإمام الشافعي ولا غيره ولهذا نصيحتي لكم ولي كذلك قبلوا على دراسة الفقه تفقه على المذهب الذي نشأتم عليه فستجدون علماء وفقهاء فيما تحتاجون أو يعرض لكم المسائل الفقهي ثم انظروا بعد ذلك إذا شئتم في كتب الأدلة على مذهبكم تزدادون وتزدادوا ثقة على ثقتكم أما أن ترجعوا إلى الكتب الحديثية دون فقه ودون لغة ودون أصول ودون معرفة لأقوال الناس ومذاهب الفقهاء فهذا يوصل إلى الإعجاب بالنفس والغرور والضياع وكان الإمام الأعماش رضي الله عنه يسأل الإمام أبا حنيفة عن المسائل فيجيب فيقول لهم من أين ذك هذا فيقول أن تحدثنا عن الشعبي وعن فلا وعن فلا فيقول الإمام أعماش عند ذلك يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء هذه الرواية الصحيحة ونحن الصيادلة أنتم الأطباء ونحن الصيادلة فالصيدالي عنده الأدوية ولكن لا يمكن أن يتصرف وأن يصفه لمريض حتى يأتي الأمر من الطبيب والذي يجذر بالذكر هنا أن فقه الحديث ومعرفة ما فيه شيء بينما حفظ ألفاظه وروايتها شيء آخر فلا يلزم أن من روى شيئا أن يكون مدركا لجميع ما فيه من المعاني والمقاصد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود في كتاب العلم رب حامل فقه غير فاقيه فلا يبادر إلى الفتياء والعمل بظاهر الأحاديث إلا من رزقه الله تعالى ذهنا قويا يدرك الغوامضة وهم أصحاب الفقه الذين أكرمهم الله تعالى بالبصيرة وبالعلم وبالمعرفة التي تدرك المعاني والحقائق وقد اعترفا كثير منهم بفضلهم اعترفا كبار المحذثين بفضلهم قال العماش كما قلنا يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصياظ له وقال الإمام مالك ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء وقال الإمام التلميدي رحمه الله في مسألة في بحث غسل الميت بعد ذكر معنى الإنقاء وكذلك قال الفقهاء وهم أعلموا بمعاني الحديث فالفقهاء هم أهل أن يتصدروا للفتوى وإليهم يرجعوا في فهم الآيات والآثار كما اعترف المتقدمون والمتأخرون بشأنهم وسلموا بتقدمهم في هذا المجال وفوضوا إليهم أمر الفتية جاء في سيار إعلام النبالاء كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجل يتذاكرون حديثة فإذا جاءهم شيء ليس فيه عندهم رواية رموا بإبراهيم بأبصارهم وجاء تصريح في رواية أخرى أن المراد منه أنهم كانوا يفوضون أمر الفتوى إلى إبراهيم لأنه كان أفقها وأعلم بمخارج الأحكام منهم قال الإمام الخطيب وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يعد بها الرجل فقيها وإنما يتفقه باستنباط معانيه وإمعان التفكر فلا يغرنكم من يطالع بعض كتب الحديث أو من يتصفح كتاباً من أصول الحديث فيزعم أنه قد حصل على شيء وأنه يمجز بين صحيح الحديث وسقيمه ثم يبادل إلى العمل والفتياء مسلنداً إلى فهمه وإلى معرفته سأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لإسلام وأن يرزقنا اتباع سنة خير الأنهم نعم ولهذا المتتبع لصنيع الفقهاء وهم يتعاملون مع موتون الأحاديث فإنه يلاحظ أن لهم نظراً عميقاً في النقد والتمحيص للموتون على فرض ثبوتها وهو نظر يبدأ ممن تهى إليه المحدث سيما إذا كان المحدث والفقيه شخصاً واحداً وقد وضع علماء الشريعة لإثبات النص وضعوا علم أصول الحديث ولتفسيره علم أصول الفقه وهذان العلمان يتكاملان ويشكلان علوم الشريعة فينتج عن علم أصول الحديث معرفة المقبول والمرضود من الحديث وعن علم أصول الفقه العمل بالنص أو تركه ولا يلزم أن يكون المقبول عند المحدثين معمولاً به عند المجتهدين لاحتمال المعارضة أو النسخ أو التأويل كما سبق بيانه غاية ما في الأبني أنه مؤهل العمل والمجتهد ينظر في ذلك فالموتون هي مادة الأحكام بالنسبة إلى الفقه ونقد الموتون بالنسبة إليه غايتها الوصول غايتها الوصول إلى العمل بها أو ترك العمل أو إلى توجيه لمضمونها ولتمييز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاماته فيكون معنى نقد المتن عند الفقه هو النظر في موتون الأحاديث عملا بها أو تركا للعمل بها لمعارضتها لأدلة أقوى منها أو لأنها وجهت توجيها يراعى فيه ما ذكرته الشريعة من قواعد ونصوص ونظام فإذا ما أثبت المحدث النص إلى المتنى يقوم الفقه المجتهد بالوصول إلى الحكم الشرعي وإلى ما يعمل به من هذه الأحاديث وما لا يعمل وفق ضوابط وقواعد دقيقة تعتمد على دلالة النص وعلى سلامته من المعارضات كانت من نصوصا أم قواعد إلى آخره من هذه المباحث قال المصنف رحمه الله تعالى وجمل من أصول فقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن إذن قوله مع ما سهل مع بفتح العين وبسكونها ونقصود بها الصحبة وهو متعلق بقوله جملة أي سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة مصاحبة ما أي الذي أو للذي سهل بيّن سبيل ما طريق الذي أشكل من ذلك من المذهب أي وقع فيه الالتباس في المذهب وهذا البيان مؤخوذ من تفسير الراسخين الثابتين في العلم ومن بيان المتفقهين ويقصد بهم يقصد بهم الفقهاء من أصحاب الإمام مالك كابن القاسم وكأشهب وغيرهما من الأئمة الكبار وإن كان الاصطلاح في المتفقه المتوسط في الفقه هكذا قال علماؤنا رضي الله عنه ولهذا ليس المراد بالمتفقه المتوسط في الفقه إنما المراد به الكامل كابن القاسم رحمه الله تعالى وأضاف التفسير للراسخين والبيان للمتفقهين لأن التفسير أشراف من البيان لأنه الكشف عن المراد من اللفظ ولأن البيانة هو التعبير عن إظهار ذلك المعنى عن ذلك المعنى المراد بعبارة تبين حقيقة ذلك المعنى ولهذا قال الشراح أراد بهم يعني من قوله من بيان المتفقهين قصد بهم الفقهاء الذين بينوا المقصود من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبات أخيه قالوا بأن محل النهي إذا تقارب وركن وفي الخبار ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه قالوا بأن محله إذا كان شراؤه على وزنين أو كيلين أو عددين وهكذا من المسائل التي أوضحوها اعتمادا على القواعد التي قعدوها وأصلوها جزاهم الله خيرا قال المصنف رحمه الله تعالى لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن قال أهل العلم لما ذكر مقاصد المطلب وهي خمساتون بيان الواجب نطقا وعقدا وعمل وبيان المندوب كذلك على حسب ما يتعلق به من الجوارح وذكر جمل من أصول الفقه وفنونه وأن يكون ذلك على مذهب الإمام مالك مع ما يزيل الإشكال من كلام عالم راسخ أو متفقه ناصح ذكر بعد ذلك السبب الموجب لطلب ذلك وذكر الباعث عليه ذكر الباعث عليه فالباعث هو رغبته في تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن أي الحروف التي يقرأ بها القرآن العظيم قصدنا حروف التهجي أو حروف الرواية أو حروف الرواية التي يقرأ بها فتدل عليه وإلا فنفس القرآن لا يوصف بالحروف الحسية لأن كلام الله تعالى قديم وسنوضح هذا بإذن الله طبارك وتعالى كما تعلمهم حروف القرآن لأن الولدان يبدأون بالحروف يبدأون في التعلم بالحروف كي يتوصل القرآن ولهذا قال العلماء تشبيه في كيفية التعليم وليس في حكمه حتى لا يقال بوجوب تعليم الحروف كوجوب تعليم العقائد والواقع ليس كذلك لقيام الإجماع على وجوب تعليم العقائد والشرائع التي يحتاج إليها المكلف ولأنه لا يجوز له أن يفعل فعلا أو أن ينطق بحكم حتى يعلم حكم الله فيه ويوقف الأمور حتى يعلم ما من الله في نبيه قد حكمه كما قال سيدي بن عاشر رحمه الله تعالى فإذا هذه مسألات معروفة بخلاف تعليم مجرد الحروف فإنه غير واجب ثم قال المصنف رحمه الله ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله تعالى وشرائعه ما ترجى لهم بركته وقوله ليسبق هو جواب عن سؤال مقدر فكأنه قال له يا إمام لأي شيء خصصت الأولاد فأجاب ليسبق لكي يسبق نعم إلى قلوبهم من فهم دين الله سبحانه وتعالى ليسرع نعم إلى قلوبهم من فهم دين الله تعالى من معرفة دين الله تعالى من معرفة دين الإسلام وشرائعه ويسبق كذلك ليسبق إلى قلوبهم من فهم شرائعه من فهم فروع الشريعة الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره ما ترجى ما ترجى لهم أي للولدان بركته وتحمد لهم عاقبته ترجى الرجاء تعلق القلب بمطموعين يحصل في المستقبال مع الأخذ في عمال محصل له وإن تجرد عن العمال فهو طمع وهو قبيح والرجاء حسن كما هو معلوم والبركة كثرة الخير وزيادته وتحمد لهم عاقبته عاقبة كل شيء آخره وأراد بالعاقبة هنا في الدنيا وإنما أراد بالعاقبة هنا في الدنيا لأنه إذا تمكن دين الله تعالى وأحكامه في قلوب الصبيان كما هو مجربون ثبت ذلك بعد بلوغهم وزاد فهمهم ما يحاولونه من ذلك وإضافة الدين إلى الله تعالى في كلام مصنفي للتخصيص لأن لفظ الدين يطلق على دين الله تعالى وعلى غيره باشتراك اللفظي يسمى عندهم بالاشتراك اللفظي أما إطلاقه على الأديان الحقاتي فهو بالاشتراك المعنوي فإذا هذا يسمى عندهم بالاشتراك اللفظي والدين من حيث اللغة الطاعة والعادة والجزاء وكل ما ولد به الشرع من العبادات أما في الاصطلاح فهو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختياره من المحمود فيما هو خل لهم بالذات أي موضوع وأحكام وضعها الله تعالى العباد كانت فرعية كالأعمال أو أصليا كالاعتقادات فقولنا العلم بأن الله تعالى قادر فخرج بالوعدي الإلهي الأوضاع البشرية ظاهرة وخرج بقوله سائق الأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات الأرض وإنطار السماء وخرج بقوله ذوي العقول ما يسوق وخرج بقوله لذوي العقول ما يساق من الحيوانات الأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها هذه الحيوانات لمنافعها ومضارها نعم وخرج بالاختيار الأوضاع الإلهية الاتفاقية والقصريات السائقة لا في الاختيار كالوجدانيات وخرج بالمحمود الكفر إلى آخرهم من هذه المباحث التي ذكرها علماؤنا في المطولات قالوا أمور الدين أربعة الصحة بالعقد والصدق بالقصد والوفاء بالعهد واجتناب الحدي الصحة بالعقد والصدق بالقصد والوفاء بالعهدي واجتناب الحدي الصحة بالعقد الاعتقاد الصحيح السالم من التشبيه والتعطيل والتجزيم في صفات الله تعالى أما الصدق بالقصد فالعبادات بالنياه والعمل بالإخلاص أما الوفاء بالعهدي فأداء الفرائد في أوقاتها أما اجتناب الحدي فاجتناب محارم الله تعالى وجمع ذلك في قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو وهنا تم سؤال السائل وجوابه فآجبتك الفاء رابطة للسؤال بالجواب من قول الإمام بن أبي زيد فآجبتك إلى ذلك أي إلى سؤالك فأجبتك إلى ذلك قال لما ولا مفي لما للتعليل لما فأجبتك إلى ذلك لما راجوته ما موصولة وتقديره سألتني فأجبتك لأجل الذي راجوته أي طمعت فيه لنفسي ولك من ثواب من جزاء من علم دين الله أو دعا إليه قال بعض الشراح من علم دين الله أو هنا بمعنى الواو لأن كل واحد منهما داع ومعلم فالتعليف تعليم والتعليم فعلون يترتب عليه العلم فهو داع من جهات المعنى وقد قام بذلك المصنف رحمه الله تعالى ثم قال بعد ذلك واعلم أن خير القلوب أوعاها نترك هذا بإذن الله تعالى إلى الحصة المقبلة والله تعالى يقول الحق وهي السبيل وصي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة